من مذبحة إلى أخرى يواصل جيش الاحتلال هوايته الدموية في قتل الفلسطينيين مستغلاً الدعم الغربي غير المحدود له ولاسيما الدعم الأمريكي الذي وصل إلى درجة تقويض أي قرار دولي لوصف مشهد مئات الأطفال القتلى على أنه جريمة حرب مذبحة مستشفى المعمداني في مدينة غزة بصواريخ الاحتلال الصيوني أدخلت العالم في صدمة توقف عندها كل وصف وحار بتصوير فضاعتها شهودها الذين ينتظرون عدالة توقف ارتكاب أمثالها في أقل تقدير إدانات بالجملة من الدول العربية والإسلامية وكذلك دول أخرى كلها أكدت على ضرورة محاسبة مرتكبي مذبحة مستشفى المعمداني وإيقاف الحرب الهمجية على غزة لكن الموقف الأمريكي ومعه الداعمون للاحتلال تجاهلوا هذه المذبحة واستمروا في لوم الضحية وترك جلادها ليعطوه غطاء دوليا لارتكاب مزيد من الجرائم والمضي بمشروع تدمير القطاع إلى أبعد نقطة وبالفعل مذبحة مستشفى المعمداني لم تكن نهاية المأساة فلقد استمر جيش الاحتلال في قصف غزة وبوتيرة أشد وكأنه لم يقتل قبلها بلحظات مئات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال أما من أدانوا هذه الجريمة فهم وإن كانوا يملكون أدوات ضغط إلا أنهم يجسدون دور العاجز الذي لا يملك سوى الرفض والتنديد ورغم هذا الصمت والتخاذل وتكرار الموقف الخجول منذ النكبة حتى الآن يرى مراقبون أن العدوان الحالي على غزة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية تختلف عما كانت عليه منذ سنوات ولذلك فإن ثمة مؤشرات على مرحلة جديدة من عمر القضية الفلسطينية قد تقلب شكل المنطقة رأسا على عقب